تركيا تركيا كجزء من الحلف فالمزيد من التعاون التركي مع روسيا يعرض الأمنة الدولية للحلف والولايات المتحدة للمخاطر ولذلك تريد أنقرة من حلفائها احترام هذه الأهمية لها وتتصرف على هذا الأساس تقول أنقرة إنها تركت وحيدة من حلفائها وعلى رأسهم واشنطن في مواجهة المخاطر التي واجهتها طوال الفترات الماضية وعليه تبرر تقاربها مع روسيا فيما سعت للحصول على دعم لخطواتها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وحتى أفغانستان تركيا تحملت وتتحمل مسؤوليات بالغة الأهمية بصفاتها حليفا موثوقا بمواجهة التحديات التي تعترض النيتو وتتطلع لرؤية نهج غير مشروط من الولايات المتحدة يعزز اتحاد النيتو وتضامنه يجب عدم التهاون بالمبادئ وعليات اتخاذ القرار المدرجة في أسس التحالف ويؤكد الجانب التركي كذلك رفضه لسياسة وضع الشروط في الحوار حول أي ملفات مع الناتو أو واشنطن ويعتبر أن له أفضلية في حماية الحدود الجنوبية والشرقية للحلف وهو بهذا يقول إنه يجب دعمه بشكل أكبر بكثير مما هو عليه الحال الآن في الوقت الذي توجه فيه أنقر انتقادات لحلف الناتو وواشنطن لعدم تقديمهم الدعم اللازم لها انطلاقا من روح التحالف يرى مراقبون أن تركيا هي التي تبتعد عن الناتو من خلال صفقة اس أربعمائة مع روسيا وتعزيز علاقاتها تجارية مع الصين على مصبحات الغد اسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر